اشتركوا في القناة 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 10.37 دقيقة صباحا بيصبح 13 يوم نسبة الاضاءة بتصير 80% اما بالنسبة الى مزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 20-3 مزاجها سعيد بنسبة 70% القمر في السرطان حتى يوم 24-2 سعيد بنسبة 45% عطارد في الدلو حتى يوم 15-3 منتحس بنسبة 10% الزهرة في الدلو حتى يوم 25-2 منتحس بنسبة 10% المريخ في الثور حتى يوم 4-3 سعيد بنسبة 30% المشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% اورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 27-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما انه القمر موجود في البيت الرابع وعمل تربيع بيكون مع بيتك الاول او مع برجك فاشي طبيعي انك اليوم تحس بنوع من انواع الفوضى او الارهاق النفسي ممكن يعني يكون فيه نوع من انواع العتاب او تحس انه ما عندك طاقة كبيرة منطرب قابل للعصبية بحد عالي جدا بالنسبة للبيت الثاني الاجواء على المستوى المالي تقريبا جيدة اليوم تفتح فرص مفاجئة بالنسبة للك من ناحية مالية ممكن تحصل على مكاسب مالية او دفعات مالية او ارباح من عمل اضافي مستردات هبات نوع من انواع الدعم الاجواء بتدعمك بشكل جيد الاهم انك انت تنتبه من بعض المصاريف مش للكل اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ بالنسبة للبيت الثالث الاجواء هنا بتعمل المزاج فيه نوع من انواع الحدية او العصبية ما فيه تركيز قوي لولا ان الزاوية اللي معنبته هي اللي بتعطيك قدرة على الالهام اكثر اهم شي انك تحاول انك تضبط عصابك تخلي كلامك واضح سرعة البديهة قد تكون يعني فيها نوع من انواع الايجابية ولكن مش بغيطاء كامل طاقتك وحيويتك ممكن تنشط باشياء لها علاقة بالامتحانات او الاقناع او التنقلات بلكن بدك تنتبه على تليفونك او سيارتك من الاعطال او الحوادث اما بالنسبة للبيت الرابع طبعا تنهمك في امور الهاصلة بالبيت والعائلة اهم اشي انكم ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على احد افراد العائلة بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم حاذر التصرف العدائي وما تخالف القوانين والارشادات ممكن تعاني من الارهاق النفسي وممكن تسمع عتاب او لوم بسبب اهمال او كلام جارح اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا يعني تحمل نوع من انواع القلق او الخوف او الشغف او العواطف لزيادة باتجاه الاحبة وممكن هاي العواطف الشوي يكون فيها نوع من انواع الاكتئاب او الحزن او ذكريات حاول قدر الامكان ضبط عصابك اثناء الحوار مع الاحبة عشان ما يطلع منك كلام غير مفهوم فتسبب سوء التفاهم او احراج او نوع من انواع الخلافات ما بينكم بالنسبة للبيت السادس الاجواء تقريبا تحمل اشياء ايجابية على مستوى العمل فممكن تنجزوا بعض الاعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اما علاقة لا ترويج او توظيف او انجاز بعض الاعمال ولكن بتكون برضو تراقب الامور الصحية لانه في نشاط على المستوى الصحي لكم او للاحبة بالنسبة للبيت السابع طبعا ممكن يصير فيه نقاش او حوار ما بينك وبين الشريك او سوء تفاهم او ممكن انه يكون فيه انتقاد لبعض التصرفات حاول قدر الامكان يعني تكون قريب اكثر لشريك العاطفة اللي هو للزوج او الزوجة حاول انك ما تتزمت برأيك وحاول ما تصدر قرارات ممكن انها تكون حادة بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الاموال المشتركة الاجواء جيدة جدا تدعمك بشكل جيد فممكن اليوم تهتم بمسائل الها علاقة بالقروض او الديون او بعض المجازفات المالية اذا كان عندك توقيع عقد او طرح مشروع معين او فكرة اليوم هذا ايجابي اما بالنسبة للبيت التاسع الاجواء مقلقة او بتشكل لك نوع من انواع التوتر فممكن تنهمك بمسائل الها علاقة اما بسفر او باحد الاجانب او احد القادمين من سفر او اتصالات بعيدة وممكن تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة اما بدراسي او بامتحان او بمناقشي مثلا اهم اشي انك ما تبالغ بالحضوظ حاول انك تدرس وتستعد بشكل جيد اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة وتدعمك على مستوى بيت السمعة وبرضو لتقديم الطلبات العمل او المناقشة او المقابلات وبرضو لتعزيز العلاقات ما بينك وبين رؤسائك او زملائكم بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء ضاغطة شوي ممكن تحمل لك نوع من انواع الارتباك او سوء التفاهم ما بينك وبين احد الاصدقاء ممكن تحتد بتصرفاتك وممكن تنتقده وممكن يعني شوي يكون في نوع من انواع المواجهة ما بينك وبينه اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء جيدة وهنا ممكن انك تهتم ببعض الامور الغيبية او بزيارة او عيادة احد المرضى او اتصال هاتفي لتفقد احد المرضى اما في مستشفى او احد الاشخاص ممكن يكون في السجون او بمؤسسات كبيرة برج الثور طبعا اليوم النشاط عالي جدا عندكم رغبة بالتنقلات والحوارات عندكم طاقة كبيرة اليوم حابين انكم تفرغوها اهم ايش انكم تنشطوا وحاولوا تنجزوا كل الاشياء حتى ولو كثرت فحاول انك انت تستيقظ باكر عشان انك انت تستغل هذا اليوم بكل ايجابيته وبكل طاقته بالنسبة للبيت الثاني الاجواء برضو هنا ممكن شوي تحمل بعض المصاريف او دفعات مالية او ممكن انك انت تتفشش بصرف بعض المبالغ المالية عشان هيك بدك تضبط عصابك قدر الامكان على اساس ان الامور ما تفلت عن السيطرة وتصير اعباء مالية بالنسبة للبيت الثالث بتنشطوا اليوم في امور الها علاقة بالسفر القصير والاتصالات كونوا اكثر صبر على الطرقات يوم مناسب لاجتياز امتحان عبر عن رأيك لكن بهدوء دون اثارة العداوات والتحفظات ما تترك مجال للغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة ما رح تهدأ اليوم وطيرتك مهما حاولوا اشخاص انهم يحبطوك بالنسبة للبيت الرابع الاجواء هنا بتركز على مسائل الها علاقة بالبيت ممكن نقاش او حوار او بعض المشاكل او الخلافات او بتحاول انجاز بعض المهام المنزلية اللي شوي ممكن يكون بعضها مربك بالنسبة للك او يسبب لك بعض الازعج بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الاجواء جيد جدا وبتدعمك بقوة فممكن يتعزز علاقتك بالاحبة او تعمل تقارب ما بينك وبين الحبيب او احد الابناء او الابناء الاجواء مليئة بالحظوظ وممكن اليوم يعني كثير اشياء انها تنقذك او تساعدك بشكل واضح وتماما في منك ورح يهتم ببعض الامور التجميلية بالنسبة للبيت السادس طبعا الاجواء هنا ضاغطة على مجال العمل بدك تركز في اعمالك وانجاز اعمالك على اساس انه ما يصير اي اخطاء او ما ترتكب بعض الاخطاء او تقصر في انجاز اعمالك برضو راقب وضعك الصحي من بعض التقلبات على اساس انه ما تنعكس الامور الصحية بالنسبة للبيت السابع الاجواء جيدة على مستوى بيت الشراكة فبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الشريك او ما بينك وبين الزوج وممكن اليوم تنجز امور رائعة او تقارب او تتخذ قرار يكون لمصلحة الطرفين اما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الاجواء هنا بتضغطك على المستوى المالي برضو على الاموال المشتركة فممكن تتعرض لمسائلة او محاسبة او حتى ضغط عليك من قبل امور الها علاقة بالاموال المشتركة اهم شي انك تشحن حالك بطاقة ايجابية قدر الامكان وحاول قدر الامكان ما تبالغ بمصاريفك او توقع على اوراق او عقود بدون ما تدرسها بشكل جيد بالنسبة للبيت التاسع الاجواء جيدة وتدعمك على مستوى السفر والتنقلات والحوارات والاتصالات البعيدة وممكن تعزز علاقتك بشكل قوي ما بينك وبين اشخاص مقيمين خارج البلاد اللي عنده امتحانة وعنده مقابلة رح ينجز بشكل جيد ورح يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة اما بالدراسة او بالمناقشة اما الفلسفية او الدينية بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة حاول انك تحافظ على سمعتك قدر الامكان ما في داعي للتهور او لا الاندفاع والتهور بالفترة هاي وما تدخل باي خلافات ما بينك وبين شخصيات اما شخصيات ذات سيادة او ممكن انه رؤساك بمكان العمل اما بالنسبة لبيتك 11 في الاجواء بتركز على امور اللي لها علاقة بالصداقة فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة وممكن تسعد بلقاء الاصدقاء الاجواء ايجابية برضو ممكن انها تساعدك بكثير من الامور بشكل ايجابي اما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا بدك تنتبه على صحتك تنتبه على اعمالك احذر من الاخطاء يعني اثناء تأديت بعض الاعمال اللي لك ممكن اشوي تقلق على صحة احد الاحبة برج الجوزاء طبعا اليوم الطاقة عندك اعلى فاليوم القمر اتحرك تقريبا بلش باول درجات لا اليك او اول درجات من البيوت المناسبة لا اليك فعشان هيك اليوم الاجواء ايجابية ودعمة لا اليك بقوة حاول قدر الامكان تستثمرها بشكل ايجابي وحاول انك تبعد عن المشاكل او الخلافات او التوترات العصبية قدر الامكان بالنسبة للبيت الثاني طبعا الاجواء اليوم فيها فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل اضافي منكم ممكن يسترد مال بيعود له او يحصل على هدية اهميش انكم تخففوا من النفقات ممكن تناقش موضوع تمويل او قرض او ممكن تحصل على تسوية اللي انت بتحلم فيها بتفتح امامك ابواب الحوار والنقاش هذا اليوم وخصوصا نقاشات البناءة برر عن مواقفك ووضح اي سوء تفاهم على اساس ان الامور تكون لمصلحتك بكامل طاقتها بالنسبة للبيت الثالث الاجواء هنا مربكة على مستوى امور التنقلات فابدك تحذر اثناء قيادتك للسيارة اذا كان عندك امتحان او مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد حاول تضبط عصابك اثناء النقاشات والحوارات ممكن اليوم برضو يكون لك تعامل مع اخ او جار وبرضو بدك تنتبه على اجهزتك خصوصا كمبيوتر الالكتروني اجمالا او تليفون او هاد من اما اعطال او مشاكل اثناء قيادتك للسيارة من حوادث او اعطال السيارة اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت جيد جدا وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين افراد العائلة فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة او تهتم ببعض شؤون العائلة كمشتريات او ترتيبات او تواصل او موضوع عائلي بتطلب منك الاهتمام بالنسبة للبيت الخامس طبعا الاجواء على المستوى العاطفي ضاغطة شوي اليوم ممكن تستاء من تصرف الحبيب او ممكن توجه كلام لاذع لاحد الاحبة او احد الابناء احذر من الخلافات والنقاشات والنزاعات مهما كانت الظروف حاول انك انت متفاقم الامور بالنسبة للبيت السادس الاجواء هنا بتركز على العمل فممكن تهتم بكثير من الاعمال خلال هذا اليوم او تنجز كثير من الاعمال لدرجة انه ممكن انك تتعب جسديا لكثرة الاعمال الموكلة للك اي حاول انك انت ترتبها بشكل ايجابي وحاول ما تخلي اعمالك تتراكم بالنسبة للبيت السابع الاجواء هنا بتركز على امور الشراكة فممكن تنزعج من شريك العاطفة او كزوج او زوجة او صار عندك سوء تفاهم ما بينك وبينه او مثلا حوار حاول انك ما تتخذ قرارات بالفترة هاي مصيرية تكون تتعلق فيكم وفي نفس اللحظة حاول انك تعمل نوع من انواع التقارب الجيد اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء هنا بتركز على الاموال المشتركة اذا عندك مشروع معين او فكرة او ترتيب مالي معين او حابب يتقدم لقرض او مساعدة اليوم هذا بدعمك بشكل جيد وخصوصا موليد العشرية الثالثة اكثر من العشرية الاولى والثانية الاجواء ايجابية وفيها كثير من الحضوض بالنسبة للبيت التاسع بالنسبة للبيت التاسع طبعا نقول لك هنا بدك تحذر اذا كان عندك سفر او تنقلات خصوصا على الشوارع المفتوحة اه اتفقد كل اوراقك وامتعتك اذا كان عندك سفر اذا كان عندك اتصالات مع اشخاص خارج البلاد بدك تكون حذر انه ما تفقد السيطرة على اعصابك اذا كان عندك امتحان جامعي او عندك مقابلي لا تعتمد على الحضوض بدك تدرس وتستعد بشكل جيد اما بالنسبة لبيتك العاشر طبعا بيت السمعة جيد جدا وبيت العمل فممكن اليوم اللي حابب يقدم لوظيفة او العمل او لا رفعة او مطالبة بامور الها حقوق الو مثلا او انه يدم عمل مثلا لاجل انه ينظروا للمسؤولين اليوم ايجابي وبدعمك وممكن ثقتك تكون عالي جدا وتنجز اعمالك بشكل جيد اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء على مستوى علاقاتك بالاصدقاء ممكن شوية تكون مربكة او تنزعج من احد الاصدقاء او من تصرف احد الاصدقاء حاول انك تضبط اعصابك قدر الامكان ما تفاقم الامور وما تكبرها على اساس انه ما تفقد السيطرة او يصير خلاف كبير بينك وبين احد اصدقائك ممكن يكون في مناسبة معينة وتستاء من حضور بعض الاشخاص اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم وهاي ممكن انها تلطف الاجواء على الامور الصحية ولكن ممكن انك تهتم بصحة احد الاحبة او يكون لك بعض الاهتمامات اما بصرف الادوية او متابعات صحية برج السرطان طبعا اليوم انتو مشحونون بالنشاط والحيوية وعندكو قدرة على انجاز الكثير من مشاغلكم لا تترددوا في فرض وجهة نظركم بترتفع المعنويات والاجواء واعدة بحسم ايجابي او انطلاقة لعمل او صفحة جديدة بتحمل هاي الفترة تقدم اخبار جديدة وبتعيد النشاط لحياتكم اليومية وتعتبر من اجمل ايام الشهر اذا استغلتوها بشكل ايجابي اما بالنسبة الى البيت الثاني طبعا على مستوى الامور المالية بقولك ما تبالغ بمصاريفك ولا بدفعاتك الفترة هاي حاول انك ما تلتزم بامور مالية قدر الامكان عشان ما تفقد السيطرة على حالك او ما يصير فيها مخاسر وبرضو دير بالك من ضياع اموالك او من بعض المحتالين او المتامرين عليك ماليا بالنسبة البيت الثالث الاجواء جيدة اليوم انت مشحون بطاقة كبيرة عندك سرعة بديهة عالية جدا وبرضو في نفس اللحظة قدرة على الاقناع اذا كان عندك امتحان او مقابلة او مناقشة او حوار الاجواء بتدعمك بقوة وممكن اليوم يعني يكون مميز اليك على هاي الامور اللي احنا ذكرناها بالنسبة البيت الرابع ما زالت في بعض الامور المنزلية او العائلية ضاغطة عليك او ممكن احد افراد العائلة حاول انك انت تضبط عصابك قدر الامكان ما تشحن حالك بطاقة سلبية ما تتأثر كثير بالضغطات هاي اعمل اللي عليك وما تهم الاعمالك المنزلية قدر الامكان بتلاقي الاجواء صارت ايجابية بالنسبة للبيت الخامس طبعا عن المستوى العاطفي الاجواء جيدة وبتدعمك بقوة بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الاحبة او رغبة بالتقرب من الاحبة خلال هذا اليوم ممكن اليوم تحاول انك تخرج بنزهة او موعد غرامي او لقاء الحبيب وممكن تهتم باحد الابناء او بامور تجميلية تكون برضو جيدة بالنسبة للبيت السادس الاجواء هنا بتركز على مسائل العمل ممكن يتراكم عندك بعض الاعمال او تشعر ببعض الضغط فما تقدر تنجز اعمالك بالكامل حاول انك تركز بشكل ايجابي وحاول انك ما تخلي الاعمال تتراكم او يكون فيها بعض الاخطاء وبرضو بدك تراقب وضعك الصحي بالنسبة للبيت السابع الاجواء بتحمل ايجابية او مصالحة او تلاقي او تواصل ايجابي ما بينك وبين الشريك او بينك وبين الزوج شريك المال او شريك العاطفي وبرضو اليوم ممكن تنجز بعض الاوراق القانونية او امور الها علاقة بالمحاكم او القضايا القضائية بالنسبة الى البيت الثامن طبعا هنا برضو نفس الاشي منحذر من المصاريف الزيادة او المغامرات المالية حاول انك ما توقع على اوراق بدون مراجعتها او استشارة اهل الاختصاص فيها احذر على اموالك من السرقة والضياع ممكن اليوم يحمل بعض المصاريف الاستشفائية او العلاجية اللي ممكن تكون مرهقة شوي بالنسبة للبيت التاسع طبعا الاجواء ايجابية وبتدعمك بقوة وبتعزز علاقتك ما بينك وبين اشخاص خارج البلاد او اجانب او حتى بالدراسة وممكن تقدم امتحانات بشكل جيد وممكن برضو اتناقش وتحاور وتقنع اي شخص بوجهة نظرك ولكن حاول ان كله يكون بهدوء وبدون عصبي اما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة ما تجازف وما تغامر ما تشوه سمعتك ما تخوض بامور ممكن تعمل علامات استفهام وخصوصا تهربك من عملك او من وظيفتك او تتخلف عن اجراءات معينة الها علاقة بالقوانون العمل حاول انك برضو ما تخالف القوانين وما تدخل بأي مواجهة ما بينك وبين رجال القانون اما بالنسبة لبيتك 11 في الاجواء ايجابية وداعمة فاليوم رح تنشط بشكل كبير على المستوى الاجتماعي فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء الاصدقاء او تقوم بزيارات او اشخاص يزوروك يعني يكون في عندك لمة معينة في البيت تجمع بعض الاصدقاء حواليك او مساعدة بعض الاصدقاء لايلك في الاجواء ايجابية اما بالنسبة لبيت المتاعب فبرضو منرجع منحذر عن العمل وتراكم الاعمال وانتبه لصحتك وعلى صحة احد الاحبة الاجواء ضغطة واحذر من بعض الاشخاص اللي ممكن انهم يفشوا باسرارك او انهم يحاولوا انهم يمكروا لك بالفترة هاي برج الاسد طبعا بالنسبة لبرج الاسد بما ان القمر موجود في بيت المتاعب فالضغط عليكم بكون كبير نفسيا ما عندك قدرة بتشعروا بالاحباط في بعض الاوقات او التعب او الكسل اه ممكن تراودكوا بعض الذكريات او بعض الامور اللي ممكن تشعركوا بنوع من انواع الارتباك ممكن اليوم برضو حتى تهملوا بكثير من الاشياء فحاولوا ترتبوا اموركم بشكل جيد عشان ما يكون هاي فترة محاسبة لالكم بالنسبة للبيت الثاني طبعا الاجواء هنا بتركز على الامور اللي الها علاقة بالمسائل المالية فالاجواء ايجابية وبتدعمك بقوة فممكن تحصل بعض المكاسب او الدعم المالي ولكن بدك تحذر من بعض المصاريف اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ او فقدان او سرقت اموالك فبدك تكون حذر اما بالنسبة للبيت الثالث الوضع ضاغط على مستوى الحوار والنقاش برضو في حدية او عصبية او انزعاج من مسألة معينة اذا كان عندك امتحان او مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضود وبرضو انتبهت ناقيتك للسيارة من الحوادث والى اجهزتك الالكترونية من بعض الاعطال اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء جيدة على مستوى البيت بتحمل لقاء او تواصل او اهتمام بشؤون عائلية او بيتية وممكن يكون في عندك مناسبة او لمة او تحالف عائلي او التفاف عائلي حواليك بشكل كبير حاول قدر الامكان انك تستثمر هاي الظروف بشكل جيد ممكن يجيك دعم من احد افراد العائلة في مسألة معينة وممكن تهتم بامور عقارية اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي شوي بتكون ضغطة او بتشارك بنوع من انواع الحزن او الاحباط وممكن انك شوي تعصب او انك اشيء يستفزك حاول قدر الامكان ما تكبر المشاكل خلي كلامك واضح بدون ما تكون حد الطباع ممكن اليوم يكون فيه قلق على صحة احد الاحبة او امر بتعلق في احد الاحبة اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة على مستوى العمل ممكن تنجز بعض العمال ولكن برضو انا بقول لك لان القمر في بيت المتاعب حاول انك ترتب عمالك حاول تنجز الاشي الضروري وتتعامل بشكل روتيني والامور الصحية تقريبا ما فيه اي مخاطر فيه ممكن تهتم ببعض المسائل الصحية اما بالنسبة للبيت السابع فطبعا الاجواء هنا بتسبب نوع من انواع الارباك او المشاحنة او سوء تفاهم ما بينك وبين الشريك ضبط الاعصاب مطلوب عشان ما تفاقم الامور ما فيه داعي للانتقادات ولا داعي لانك انت تهمل واجباتك اتجاه الزوج او الطرف الثاني بالنسبة للبيت الثامن الاجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى امور الاموال المشتركة فممكن تحصل بعض المكاسب او الارباح وممكن تهتم ببعض الامور اللي الها علاقة بالقروض او الديون او المساعدات بالفترة هاي ولكن حاول انك تقلل من مصاريفك بالنسبة للبيت التاسع طبعا احذر اذا كان عندك امتحان او مقابلة بدك تستعد بشكل جيد واذا عندك سفر بدك تتفقد اوراقك والموعد واغراضك بشكل كامل حاول انك انت يعني ما تنفع الكثير اذا كان عندك جلسة محكمة او مراجعة قانونية يعني حاول انك تاخذ كل الاوراق اللازمة اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة وبتدعمك اليوم على مستوى علاقاتك برؤساك او زملائك بالعمل وممكن يبادر احد الاصدقاء بمساعدتك او تسمع كلام اطراء او ثناء على مجهودك حاول قدر الامكان تستثمر هاي الفترة لا تعزيز علاقاتك بشكل كبير او لمساعدة بعض الاشخاص او طلب المساعدة من بعض الاشخاص لمساعدتك في امر ما اما بالنسبة لبيتك احداش فالاجواء ما بينك وبين الاصدقاء برضو بتحمل نوع من انواع الحدية او سوء التفاهم حاول ما تفاقم الامور وما تكون جارح ولا ذع بالكلام اثناء تعاملك مع الاصدقاء ممكن يكون في مناسبات اجتماعية ولكن يا بتكون ضاغطة كثير يعني بتحد من حريتك يا اما انه بكون في يعني سوء التفاهم طبعا بالنسبة لبيت المتاعب القمر بما انه موجود في بيت المتاعب فاجمالا هو التعب بسيطر عليكم بشكل كبير حاولوا انكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة ممكن تكون الظروف مخيبة وربما تحمل بعض الخسائر والفشل او المرض خلال هاي الفترة ممكن تفشل اعمالك في حصد النجاح اللي انت بتتوقعه ويخيب املك لا تأجل او تلغي اه او ممكن انك عفوا تأجل او تلغي اعمالك في اخر لحظة فعشان هيك بدك تكون مهيئ لهاي الامور يوم ضايل وبعدين القمر بنتك اللي عندك بتعوض كل الامور هاي او ممكن تتممها بدون اه ما تترك اثر سلبي عليك برج العذراء طبعا بما انه القمر موجود في بيت حليف اليوم انتو عندكو نشاط عالي جدا ورغبة للعلاقات الاجتماعية كبير كثير فحاولوا انكو تستغلوا اليوم هاد في عملية التقارب واللقاءات والترفيه عن النفس بشكل كبير وانجزوا الامور المهمة عشان اليومين الجايات القمر رح يكون في بيت المتاعب فممكن يحد من حريتك او من حركتك او يسبب لك نوع من انواع الارباك بالنسبة للبيت الثاني طبعا الاجواء هنا ضاغطة على المستوى المالي دير بالك من بعض المصاريف المفاجئة او الاتزامات المفاجئة حاول انك ترتب امورك بشكل ايجابي بدون اندفاع او تهور وما تغامر بالامور المالية بالنسبة للبيت الثالث الاجواء هنا بتدعمك على مستوى النقاشات والحوارات والتنقلات وحتى ممكن يكون عندك سفريات قصيرة ما بين المدن اللي عنده امتحان او مقابلة رح ينجح وبرضو رح يكون لكم تعامل ما بينك وبين اخ او جار وممكن تبادر اما لشراء سيارة او صيانة سيارة او صيانة جهاز الكتروني عما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء هنا بتركز على مشاكل اللي لها علاقة بالبيت او اعباء اللي لها علاقة بمتطلبات العائلة او البيوت او العقارات حاول قدر الامكان انك ترتبها بشكل ايجابي بدون اندفاع او تهور وبدون اهمال عشان برضو ما تحتد وتكبر الامور بشكل سلبي بالنسبة للبيت الخامس الاجواء جيدة جدا وبتدعمك على مستوى الامور العاطفية وعندك رغب كبير للتقرب ما بينك وبين الاحبة وممكن اليوم تحملك لقاء او تواصل جيد ما بينك وبين الحبيب او ما بينك وبين احد الابناء وممكن تهتم بشأن خاص من شؤون حبيبك اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء ضاغطة على مستوى العمل ممكن العمل ما تمشي معك مثل ما بدك فيصير نوع من انواع الارباك او التقاعص في انجاز بعض العمال او بعض الاخطاء اللي بتيجي بشكل المفاجئ وبرضو بدك تراقب امورك الصحية لانو الوضع الصحي علي علامة استفهام فممكن تهتم اما بالصحة او بمسائل الها نقاب المراجعات الطبية بالنسبة للبيت السابع الاجواء جيدة جدا انو بتقارب ما بينك وبين الشريك شريك المال والعاطفة او الزوج او في بعض الحلول او المعالجات لبعض المسائل وممكن ان انت تحمل تقارب او خطوة ايجابية تقرب ما بينك وبين الزوج او الزوجي بالفترة هاي او تتخذ قرار مشترك يكون ايجابي بالنسبة للبيت الثامن طبعا على مستوى الاموال المشتركة منقولك احذر من المجازفات المالية والمغامرات المالية ما في داعي لا اي مجازفة وانتبه على اموالك من السرقة او الضياع وحاول قدر الامكان ما تغامر باي مشروع قبل دراسته او استشارة الاشخاص اللي متخصصين في مجالك بالنسبة للبيت التاسع طبعا الاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد وممكن تحمل تقارب جيد ما بينك وبين بعض الاشخاص خارج البلاد او سفر بتحملك سفر او تهتم بموضوع الاعلاقة بالسفر اللي عنده امتحان جامعي او مقابلة اليوم الاجواء ايجابية وبتدعمك وبتحملك كثير من الحضوذ يعني الاجواء بيت التاسع كلها ايجابي اما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة بيقولك دير بالك حاول ما تجازف وما تغامر وبرضو ما تشوه سمعتك وما تدخل باشياء ممكن تسجل عليك على ما تستفهم حاول ما تخالف القانون مهما كانت الظروف اما بالنسبة لبيتك 11 فالقمر موجود في بيتك 11 بتنشطه اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة اتجنبوا انتقاد احدهم بناسبة العمل من ضمن مجموعة من الزملاء او الاهل انت بحاجة للتحالفات ممكن تفرح لتفاهم الاخرين اليك وتحصل على تأييد وتشارك في ورشة عمل اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء ضاغطة عشان هيك ما نقول لك بدك تضلك تراقب وضعك الصحي ممكن الوضع الصحي هذا اليك او لا احد الاحبة ممكن تهتم ببعض العلاجات او مراجعة اخصائيين او اختصاصيين اما طب او تغذية او امور اليها علاقة بخلطات عشبية او عيادة مريض في مستشفى او الاطمنان على صحة احد المرضى برج الميزان طبعا اليوم هو بيتركز اكثر اشي على بيت السمعة فعشان هيك السمعة والعمل والعلاقة بالمسؤولين الجو اليوم يا معاكو يا ضدكو ما في حل وسط في الامر فعشان هيك ضبط العصاب مطلوب ما في داعي للتهور ما في داعي للانفعال ما في داعي لردات الفعل السلبية ضبط العصاب زي ما حكينا مطلوب كثير بالنسبة للبيت الثاني الاجواء جيدة على المستوى المالي فممكن تحققوا بعض المكاسب المالية وممكن تهتموا ببعض الدفعات او استرداد بعض الاموال اللي لكم ممكن من عمل اضافي ممكن هبات دعم اجواء مالية جيدة جدا بالنسبة للبيت الثالث على مستوى التحرك والنقاشات والحوارات ممكن شوي يكون في نوع من انواع العصبية او الحدية فحاولوا قدر الامكان ضبط العصاب ما في داعي للانفعال ولا للتهور ولا لردات الفعل السلبية وفي نفس اللحظة اذا كان عندكو تنقلات بدكو تحذروا على الطرقات اذا كان عندكو امور الها علاقة بالسيارة او بالهواتف بدكو تديروا بالكو من الاعطال او بعض الامور اللي ممكن تكون حادة فحاولوا قدر الامكان برضو اذا كان في نقاش او حوار ما بينكو بين الاخوة او الجيران برضو نفس الشيء تضبطوا اعصابكم اللي عنده امتحان او مقابلة بدهوا يدرسوا يستعد بشكل جيد بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الامور جيد جدا وتحمل اليوم اجواء ايجابية بتتقرب ما بينكو وبين افراد العائلة وممكن يكون عندكو مناسبة معينة او جمعة او اهتمام بديكور او مشتريات منزلية بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ممكن تحمل فترة هاي سوء تفاهم او حدية بالطباع او ردات فعل سلبية فبتكو تضبطوا عصابكو قدر الامكان خصوصا اثناء تعاملكم مع احبائكم وممكن برضو يصير فيه نقاش او حوار ما بينكو وبين احد الابناء ويعني ممكن تقلق على صحة احد الاحبة بالنسبة للبيت السادس الاجواء جيدة على مستوى العمل الفترة هاي مناسبة لتقديم طلبات العمل او انجاز بعض الاعمال الضرورية والمهمة وفي منكو ممكن يبادر احد زملائكم بمساعدتكم في امر ما الامور الصحية ممكن بس تكون اما رقابة صحية او مراجعات طبية او بعض العلاجات اما بالنسبة للبيت السابع الاجواء ضاغطة فما في داعي لأي سوء تفاهم او نقاش او حوار ما بينكم وبين شركائكم بالمال او العاطفة او بينكم وبين الازواج فلازم تضبطوا عصابكم قدر الامكان ما في داعي لاتخاذ قرارات حادة او صارمة بالفترة هاي بالنسبة للبيت الثامن الاجواء ايجابية على مستوى الاموال المشتركة فممكن انه اليوم تنشطوا في مسائل الهلاقة بالبنوك ضريبة تأمين استحقاقات اموال الكم ترتيب ديون مساءلات مالية الاجواء برضو بتدعمكم بشكل كبير وممكن تحصلوا اموال بتعودلكم يمدينينها الاشخاص تستردوها بالفترة هاي بالنسبة للبيت التاسع طبعا ممكن يزعجك موضوع الاعلاقة بالسفر او موضوع الاعلاقة بالاتصالات الخارجية او امتحانات جامعية او حتى قضايا قضائية الفترة هاي فيها نوع من انواع الصعوبة في هذا البيت فحاولوا الي عنده سفر انه يستعد بشكل جيد ويتأقلم مع الامور والظروف اللي بتصير ممكن تصير بعض الاعطال زي ما حكينا اللي عندهم امتحانات بدهم يدرسوا اللي عندهم تنقلات على الشوارع المفتوحة بدهم ينتبهوا اثناء تنقلاتهم اما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكم اثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم الفترة هاي مناسبة للي بيبحث عن عمل ممكن تشعر وكأنه محيطك المهني او الاجتماعي ما بيتعاطف معك ولا بيتعاون معك ما تخشى المواجهة او المنافسة شرط التحلي بالمنطق والعقل الراجح الفترة هاي بتحمل النوع زي ما حكينا قلق وتوتر اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء جيدة شيئا ما على المستوى الاجتماعي فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء الاصدقاء ولكن بدك تدير بالك من سوء تفاهم او ردات فعل سلبية ممكن تكون ما بينك وبين احد الاصدقاء او تنزعج من تصرف احد المعارف بالنسبة لبيت المتاعب الاجواء ايجابية فممكن اليوم تهتم بصحة احد الاحبة او عيادة مريض مثلا زيارة مريض او ممكن اتصالات بهذا المجال ممكن مراجعة مستشفى او الاهتمام ببعض الادوية او اهتمامات بتكون في الامور الروحانية برج العقرب طبعا اليوم الاجواء داعم ملائلك بقوة اليوم الحظ بيلعب معك بشكل كبير اه حاول انك تستغل اليوم هاد بكل ايجابيته لانها راح تكون لصالحك في كثير من المسائل اه طاقتك كبيرة وعندك قدرة على التحرك والمواجهة بشكل كبير بالنسبة للبيت الثاني الامور المالية طبعا بدك تبعد عن المصاريف قدر الامكان ما في داعي للمصاريف لزيادة ولا صرف لفلوس انتبه على اموالك من السرقة او الضياع وحاول قدر الامكان انك ما تبذر اموالك بالنسبة للبيت الثالث الاجواء جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات عندك قدرة على الحوار والنقاش والاقناع سرعة البديهة عندك عالي جدا بتساعدك وبتنقذك في كثير من المواقف اليوم ممكن يكون لك تعامل مع اخ او جار وبرضو ممكن تهتم بموضوع علاقة بالسيارة او بالاجهزة الالكترونية اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء هنا ضاغطة على مستوى البيت بتسبب لك نوع من انواع الارباك ممكن سوء تفاهم او انزعاج من تصرف احد افراد العائلة وممكن بعض الاعطال او المشتريات اللي بتكون كثيرة او بكون عندك اشغال منزلية عالية جدا بالنسبة للبيت الخامس الاجواء جيدة على المستوى العاطفي بتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الاحبة الحضوض بتدعمك في كثير من المسائل ممكن انك تحقق اليوم شغلات ايجابية على مستوى التجميلي على مستوى لقاء الاحبة التنقلات النهزوات كلها هاي اجواء تدعمك بشكل قوي بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل ممكن يتراكم عندك بعض الاعمال او ما تقدر تنجز اعمالك بشكل كامل في منك ورح يهتم ببعض المسائل الصحية او المراجعات الطبية او اشياء الها علاقة ببعض الادوية او صحة احد الاحبة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء جيدة بتحمل بعض المفاجآت اثناء تعاملكم مع شركائكم اما لقاء او تعاون او ممكن توافق بشكل كبير بينكم او تراجع عن قرارات سابقة او مصالحة فالاجواء تدعمك بشكل قوي وممكن حتى انك اليوم تحل بعض المسائل القانونية اما بالنسبة للبيت الثامن فبدك تنتبه على اموالك المشتركة من مسائلات او فقدان بعض الاموال او مصاريف بتيجي اضطرارية ممكن استشفائية ممكن علاجية حاول قدر الامكان انك تضبط ميزانيتك بشكل كامل اما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصال البعيد كونوا اكثر صبر اثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيش اجمل اللحظات واكثرها حظا ممكن تختفي المنافسات والعدوات وتتسهل جميع تحركاتك اهم اشي انك ما تقف ساكن حاول انك تتحرك لا تستغل الايجابيات بالفترة بالنسبة للبيت العاشر طبعا بيت السمعة لا تجازف لا تغامر لا تخالف القوانين حاول انك تحافظ على سمعتك حاول انك ما تتغيب عن عملك ما تدخل بمواجهات مع رؤسائك او زملائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء بتدعمك بشكل قوي على مسائل الها علاقة بالاصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تسعد بلقاء الاصدقاء ممكن اصدقاء هم اللي ينضموا حواليك او يجوا لزيارتك او يكون عندك انت جمعة في البيت مثلا فالاجواء ايجابية ممكن يبادر بعض الاصدقاء لمساعدتك في مسائل معينة اما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا بنقولك انه بدك تدير بالك ما في داعي انك تهمل صحتك او غذائك او علاجاتك حاول انك تهتم بصحتك قدر الامكان يعني على اساس انه ممكن تسبب لك هاي الفترة ارهاق او تراكم بعض الاعمال عندك برج القوس طبعا الاجواء اليوم مش بالشكل القوي اللي انتو بتتخيلوه الامر رح يتركز اليوم على العمل ممكن تتراكم عندك بعض الاعمال اليوم بشكل كبير فالجو بحاجة لنوع من انواع التركيز ما تهمل اعمالك وحاول انك برضو ما تهمل صحتك بالنسبة للبيت الثاني الاجواء جيدة على مستوى الامور المالية فممكن تحقق بعض المكاسب المالية او تحقق بعض الانجازات هذا اليوم ممكن انك تهتم بمستردات مالية او ترتيب ديون الاهم انك انت ما تبالغ بمصاريفك اما بالنسبة الى البيت الثالث الاجواء هنا ضاغط عليك منلاقي انه في نوع من انواع الحدية او العصبية او التوتر من بعض المسائل حاول انك تضبط عصابك ما في داعي لتوجيه كلام جارح وبرضو في نفس اللحظة خلي كلامك واضح على اساس انه ما تسبب اي خلاف ما بينك وبين المعارف تحديدا اللي عنده امتحانة او مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد وحاولوا تحذروا على طرقات اما بالنسبة الى البيت الرابع فعشان هيك قدر الامكان ضبط الاعصاب مطلوب ما في داعي لتوجيه اي كلام جارح او لاذع او حدية بالطباع او اتخاذ قرارات ما في داعي للمجازفات العاطفية بشكل كبير احذروا اثناء تعاملكم مع احبائكم وما با مع ابنائكم اما بالنسبة البيت السادس فالاجواء بتركز على العمل فمنجد انه فيه اشياء ايجابية بتدعمك على مستوى العمل بشكل كبير ممكن تحقق بعض الانجازات بشكل هام او ممكن تنجز اعمال كان صعب انك تنجزها بالفترة الماضية على المستوى الصحي برضو الاجواء ايجابية اما بالنسبة للبيت السابع فهنا منلاقي انه فيه مواجهة او فيه سوق تفاهم ما بينك وبين الشريك او ما بينك وبين الزوج حاول قدر الامكان تضبط اعصابك ما فيه داعي انك تفقد اعصابك وتتخذ قرارات ممكن تكون مش لصالحك اما بالنسبة للبيت الثامن فتنهمكو في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة او تعويب تصرف بدون تباطئ لتصحيح الاوضاع لاعادة بعض الامور لنصابها حاذب من مخالفة القوانين والتعليمات لا تفرض اي لا ترفض اي مساعدة من قبل الاخرين ممكن اليوم تعالج موضوع مالي او موضوع اداري اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء هنا بتركز على مسائل الها علاقة بالسفر فممكن يتعطل عندك بعض الامور اللي الها علاقة بالسفر او تتأجل او موضوع اله علاقة بالبريد او الاتصالات فيصير فيها نوع من انواع المماطلة او التأخير اللي عنده امتحان جامعي او مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض وبدكو تحذروا اثناء تنقلاتكم على الشوارع المفتوحة اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء بتدعمك على مستوى تقديم طلبات عمل مقابلات نقاشات ممكن برضو يصير في تعاون جيد ما بينكو بين زملائكم او رؤسائكم بالعمل وممكن تسمع تقدير او ثناء على مجهودك بالنسبة لبيتك 11 الاجواء ضاغطة على مستوى بيت الاصدقاء فممكن تسبب لك توتر او قلق اثناء تعاملك مع بعض الاصدقاء وممكن تستاء من تصرف صديق فعشان هيك الاما اوضوع بتطلب منك انك تضبط عصابك ما في داعي للكلام الجارح او اللاذع حاول انك تمتص غضبك قدر الامكان بالنسبة لبيت المتاعب الاجواء جيدة فهي بتدعمك على مستوى العمل وبتدعمك على مستوى الصحة وبتعزز من طاقتك بشكل كبير وممكن اليوم تكشف شخص بيحاول يتأمر عليك او تجيك معلومات كان صعب انها تجيك بالفترة الماضية يعني تتكشف لك بعض المواضيع حاول انك تتعامل معها بحكمة حاول اتراقب صحتك تأخذ ادويتك وبرضو في نفس اللحظة انتبه من ردات الفعل برج الجدي طبعا القمر صار مقابلكم تماما وهذا الاشي بعطي ايجابية من ناحية الاهتمامات بمواضيع الشراكة او تعزيزها ولكن من ناحية اخرى بسحب من طاقتكم قدر الامكان فبتجدوا انه ما عندكم الطاقة الكافية لمواجهة كثير من الامور فعشان هيك بتكو تحاولوا تتعاملوا بشكل روتيني مع الامور المهمة اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء ضغطة على المستوى المالي فمنجد انه في بعض الاضطرابات او البلبلة على المستوى المالي او مطالبات مالية او ممكن انه يكون فيه نوع من انواع الضغط المالي بشكل كبير قلل من مصاريفك وحاول انك تنتبه على اموالك من الصرقة او ضياع او من بعض المحتالين اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى النقاش والحوار عندك اليوم سرعة بديهة عالية جدا وقدرة على الاقناع في اي موضوع بتناقش فيه عندك فلسفة خاصة فيك وخيالك خصب جدا لايجاد الحلول اللي عنده امتحان او مقابلة رح يبدع وفي منك رح يهتم بمواضيع الهلاقة بالسيارة والاجهزة الالكترونية بشكل ايجابي اللي عنده امتحان زي ما حكينا اوقات جيدة بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت والعلاقة العائلية حاول انك ما تهمل واجباتك او ما تهمل الامور اللي بتتعلق في افراد العائلة حاول انك تحل المسائل بشكل عقلاني حاول انك تؤدي التزماتك وواجباتك العائلية على اكمل وجه ممكن تظهر بعض الامور الضاغطة زي اعطال او متطلبات منزلية اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الاجواء جيدة وبتدعمك بقوة فاليوم بتسعد بلقاء الاحبة او تقارب ما بينك وبينهم وممكن يفاجأك احد الاحبة بموضوع معين ممكن تهتم بنزوي او لقاء عاطفي او حتى الحضوض بتدعمك في بعض المسائل اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء هنا بتركز على العمل فممكن يتراكم عندك بعض الاعمال او تتعب او ترهق من امور العمل الكثير فحاول انك انت ترتب الاولويات وما تهمل صحتك نهائيا اما بالنسبة للبيت السابع فطبعا بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة لان القمر موجود في بيت الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بيجمع بشركاء العمل والعاطفة ولكن بتكن تنتبهون هاي الفترة متوترة وممكن تتورط في ازمة ما ممكن تضطر للابطاء بمسار لاحد الامور او الخطوات او تغير نمط معين اهم شيء انه تتخذ القرار السليم لا توجه انتقاد لاحد ولا تحاول انك تكون عنيد زيادة بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الاموال المشتركة احذر من بعض المسائلات المالية واحذر من المصاريف لزيادة وانتبه على اموالك من السرقة او الضياع او تراكم الاموال عليك يعني الاجواء بتحمل نوع من انواع الضغوط المالية فحاول خذر الامكان انك انت ترتبها بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى مسائل العلاقة بالسفر والتنقلات والاتصالات والحوارات سرعة البديهة عندك جيدة جدا وقدرة الاقناع عالية اذا عندك امتحان او مقابلة اليوم راح تقدم بشكل جيد برضو بتدعمك على مسائل الاولاق بالسفر او الاوراق القانونية بشكل كبير اهم شيء انه اليوم ممكن تهتم بمواضيع نقاشية او ندوات فكرية اما بالنسبة الى بيتك العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة حادي حاول انك ما تشوه سمعتك ما تدخل بمواجهة ما بينك وبين رؤسائك او زملائك بالعمل وبرضو في نفس اللحظة ضبط الاعصاب مطلوب بشكل كبير حاول قدر الامكان انك انت تتعمل بشكل ودي ما بينك وبين رؤسائك بالعمل اما بالنسبة الى بيتك 11 فالاجواء هنا بتركز على العلاقات الاجتماعية اليوم رح تسعد بلقاءات الاصدقاء او تحاورك مع الاصدقاء وممكن يحملك اكثر من لقاء او اكثر من تعاون من صديق يعاونوك في مسائل كان صعب انهم يعاونوك فيها في الفترة الماضية وممكن برضو زي ما حكينا يتوجه لك دعوة لحضور حفلة ومناسبة اما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا بنقول لك دير بالك ما في داعي للتهور ما في داعي للمجازفات اليوم بدك تنتبه على صعدك على غذائك على راحتك قدر الامكان وبرضو في نفس اللحظة ممكن شوي صحة احد الاحبة تكون بحاجة للرعاية برج الدلو طبعا بدك تنتبه اليوم اليوم في بعض الاشياء الهامة رح تتركز على امور العمل امور الصحة فبدك تنتبه على اعمالكم بشكل كبير ما في داعي للمجازفات ولا للمغامرات ولا لأهمال اعمالكم او انك تتغيبوا عن اعمالكم بالنسبة للبيت الثاني الاجواء طبعا ايجابية على المستوى المالي فبتحمل بعض المصريف او المكاسب المالية اللي بتيجي عادة من عمل اضافي مستردات هبات دعم حلول لبعض المسائل المالية الاجواء الامالية تقريبا ايجابية بشكل كبير فحاولوا انكم تستغلوها حتى لو بتكونوا طالبوا بحقوق لالكم اليوم برضو منتازة اما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا الامور هنا بتتركز على التنقلات ما في داعي للتهور ما في داعي للعصبية ما في داعي للحدية انتبهوا اثناء تنقلاتكم بالسيارات انتبهوا على اجهزتكم الالكترونية وبرضو اثناء تعاملكم مع الاخوة ومع الجيران اللي عنده امتحان او مقابلة يبدو يدرس ويستعد بشكل جيد ما يعتمد على الحضوظ اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت ايجابية اليوم في مفاجأة او في حدث معين او ممكن اهتمامات ببعض المسائل البيتية او العائلية بشكل كبير المهم انه انتو تشحنوا حالكوا بطاقة ايجابية وتعملوا تقارب ما بينكوا بين افراد العائلة ممكن تهتم بمشتريات او تصليحات او ترميمات او ترتيب بعض الامور البيتية بالنسبة للبيت الخامس طبعا على المستوى العاطفي بدكوا تديروا بالكوا من سوء تفاهم او اهمال الحبيب او التقاعص بتقارب ما بينكوا بين الاحبة فعشان هيك الاجواء بحاجة لا امور او لا ايجاد حلول لا اي سوء تفاهم بصير ما بينكوا بين الاحبة حاولوا قدر الامكان انه ما تهملوا الاحبة زي ما حكينا وبرضو تضبطوا عصابكوا اثناء تعاملكم مع احد الابناء اما بالنسبة الى البيت السادس فطبعا بتكون ديروا بالكوا اليوم القمر موجود في البيت السادس فبيتراكم العمل عندكم حاولوا انجاز ما بوسعكم من عمل دون اهمال صحتكم لا تدخلوا في او لا تدخلوا في مواجهة مع زميل حاذر من تراجع صحي غير اولوياتك اذا دعت الحاجة لا تعاند وباكر للعمل تفادي لأي تأخير في العمال اما بالنسبة الى البيت السابع فالاجواء ايجابية شيئا ما بتعمل تقارب جيد ما بينكوا بين الشركاء الا انه في لحظات ممكن تفقد السيطرة او صير في خلاف ما بينكم لو ضبطت عصابك شوي وتركتها ساعة ساعتين بتجد الحلول وبترجع الامور ممتازة ولكن اذا عنتوا وكبرت الامور معناته في خلاف كبير رح يصير ما بينكم وبين الشركاء بالمال او العاطفة او بين الازواج اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء جيدة وبتدعمكم بقوة على مستوى الامور المالية المشتركة فممكن تجدوا بعض الحلول للمسائل المالية او تروجوا لعمل معين او طالبوا ببعض المسائل المالية من بنك ضريبة تامين او ايجاد بعض الحلول في منكوا رح يهتم ببعض المسائل الغيبية بشكل كبير اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء هنا بتحمل ايجابية شيئا ما ولكن الاغالب عليها بكون يعني في ضغوطات خصوصا على مسائل السفر الاتصالات البعيدة الامتحانات الدراسة امور الاوراق القانونية والمعاملات في ضغوط بتيجي من هذا الناحي صحيح انك ممكن تنجز بعض الاعمال في هاي الامور ولكن ممكن انك تكرر المحاولة اكثر من مرة عشان تجد الحلول لالها فبدك تنتبه وما تعتمد على الحضوض في هاي المسائل بالنسبة للبيت العاشر الاجواء هنا بتركز على مسائل الها علاقة بالسمعة الوقت مناسب لتقديم طلبات العمل او التوظيف او المقابلات اللي الها علاقة بالعمل اهم ايش انك تكون مستعد حاول انك انت تستغل علاقاتك ومعارفك لدعمك بالفترة هاي وبرضو ممكن انت تهتم بشيء له علاقة برؤسائك او زملائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 الاجواء هنا بتحمل ضغوط او سوء تفاهم ما بينك وبين احد الاصدقاء ممكن تتوتر من علاقة احد الاصدقاء او تكون مشحون بطاقة سلبية ضبط الاعصاب مطلوب ما في داعي للانفعال ولا للتهور وبرضو في نفس اللحظة انك تشفت شيء بتعلق في احد الاصدقاء اضبط اعصابك اما بالنسبة الى بيت المتاعب فطبعا الاجواء ايجابية دعملة اليك فعشان هيك الامور الصحية ما في عليها خوف ولكن العمل ممكن يتراكم وبرضو بدك تنتبه على غذائك وبدك تنتبه على راحتك ممكن تقلق على صحة احد الاحبة او تقوم بزيارة احد المرضى في مستشفى او عيادة مريض بعز عليك من الاصدقاء او المعارف برج الحوت طبعا اليوم الاجواء رح تتغير بشكل كبير اليوم الحظ رح يدعمكم في مسائل كثيرة وممكن تجد حلول كثيرة وممكن تجد عندك طاقة مهولة لكثير من المسائل عشان هيك اليوم المبشر بالخير حاول تستغله بقدر الامكان بكل ايجابياته اما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي ما زالت الاجواء بتحمل بعض الضغوط او المنغصات المالية ممكن تجد بعض الحلول لا الها ولكن بدك تنتبه من المصاريف لزيادة وبرضو بدك تنتبه من بعض الاعباء او المطالبات المالية الاجواء ممكن اليوم تجد بعض الحلول لهاي المسائل ولكن بالمقابل بدك تنتبه من بعض المحتالين اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة ودعملة اليك بقوة فممكن اليوم تلاقي الامور سلسة عندك قدرة على النقاش على الحوار على التنقل على الاقناع برضو في نفس اللحظة الاجواء جيدة التعامل مع الاخوة مع الجيران وفي اشياء ايجابية حتى اذا كان عندك امتحان او مقابلة اليوم ايجابي في منك رح يتم بمواضيع الهلاقة بالسيارات او بالسفريات او بالتنقلات بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ما زالت فيه اجواء مربكة بالنسبة للك او شيء بسبب لك نوع من انواع التوتر او القلق يعني بيتك الرابع ضاغط عليك فعشان هيك بيطلب الحكمة او طريقة لادارة الامور بدون عصبية وبدون انفعال اما بالنسبة للبيت الخامس اليوم اتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم بيقدم لك فرصة مناسبة لمصالحة او لتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استيعاب الامور ايضا ممتازة جدا هاي الفترة ايجابية فحاول انك تستغلها اما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل فانا شايف الاجواء برضو بتسبب نوع من انواع الارباك عشان هيك ضبط الاعصاب مطلوب ممكن تهتم ببعض الامور المالية او الامور الصحية خلال هذا اليوم او بصحة احد الاحبة بشكل اكبر واهتماماتك رح تكون جيدة على مستوى العمل ولكن دير بالك اعمالك تتراكم بالنسبة الى البيت السابع الاجواء هنا جيدة جدا وابتدعمك بقوة وممكن تعزز من علاقاتك ومن شراكاتك بشكل كبير وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بامور زي ما بقولوها الها علاقة بمصالحة بتقارب باهتمام الزيادة بالشريك الفترة ايجابية وهاي بتترك اثر طيب اما بالنسبة الى البيت الثامن فالاجواء ضاغطة برضو على مستوى الاموال المشتركة فممكن اليوم تكتشف بعض الامور او يعني تذايق من بعض المحاسبات او الامور المالية المشتركة ممكن تحاول تجد حلول ولكن تجد في صعوبة حاول انك انت تضبط عصابك وكرر المحاولة اكثر من مرة ممكن انك تحل المسائل بشكل ايجابي بالنسبة الى البيت التاسع الاجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام ببعض المسائل اللي الها علاقة بامور امتحانات سفريات مراسلات نقاشات حوارات كلها هاي اجواء ايجابية وابتدعمك بقوة حاول انك تستغلها الفترة هاي مناسبة للإقناع ولا طرح وجهات النظر اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء يعني فيها نوع من انواع ضغط على مستوى بيت السمعة او بيت السمعة شوي ضغط عليك فعشان هيك لا تقالف القوانين لا تجازف لا تغامر وفي نفس اللحظة حاول انك تنجز اعمالك بشكل كامل بدون مواجهات مع المسؤولين بالنسبة لبيتك 11 طبعا الاجواء هنا بتركز على العلاقات الاجتماعية جيدة فممكن تجد تحالف من بعض الاصدقاء او دعم من صديق معين حاول انك انت تستغل الفرصة هاي او تطلب المساعدة بدورك اما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فالاجواء ضغطة بشكل كبير حاول قدر الامكان انك تنجز الاعمال الضرورية والمهمة وتهتم بصحتك وتاخذ قصة من الراحة تراقب غذائك وتراقب ادويتك وما تهملها نهائيا وممكن تهتم بصحة احد الاحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر